اشتركوا في القناة التي يتجاوز تعداد ثكانها مليون وتمانمائة الف نسمة خلال الثنوات الثماني المقبلة ووفق ما نقلته المصادر عن احمد لطفي رئيس الهولدينج المغربية فان الامر يتعلق بستم شارع تندرج غالبيتها في اطار اتفاق شراكة يربط المجموعة المغربية بمؤسسات حكومية في العاصمة في حين اكد عمدة نيامي النيجرية ان مدكرة التفاهم الخاصة بهذه الاوراش وقعت بالفعل يوم الثبت الماضي بعد عامين من المباحثات وبعد دخول هذه الاتفاقية حيث التنفيذ فيوثع المغرب وجوده الاقتصادية في دولة النيجر الذي يركز حاليا على المجال البنكية وقطع الاتصالات ليشمل ايضا المجال الفلاحية من خلال انشاء مجمع للذراعة والاغذية يتضمن فضاء لتثمين المواشي وانتاج الاعلاف ومجاذر وفضاء لتجهيز اللحوم الحمراء واخر لتربية الدواجن ومنتجات الالبان وفق ما اعلنه مجلس مدينة نيامي وسيقتحم رأس المال المغربية ايضا قطاع العقار من خلال انشاء مدينة ثكنية جديدة تضم ما يقارب 37000 وحدة للثكن الاجتماعية ومركز لتسوق على مساحة 1050 هكتار بالاضافة الى ربط المجال العقارية بالتكنولوجية من خلال احداث المدينة الذكية على دفاف نهر النيجر الى جانب انشاء منطقة ثناعية تضم فضاء لتصدير واخيرا تركيب 20000 وحدة للاضاءة الكهربائية المعتمدة على الطاقة الشمسية والمثنعة في المغرب ويتمتع المغرب والنيجر بعلاقات تنائية قوية حيث كان الطرفان قد احتفلا بمرور 50 عاما من الروابط الدبلوماسية سنة 2017 وبينهما لجنة مشتركة تعقد بشكل دوري منذ 2012 كما ان الملك محمد الثالث سبق له انظر هذا البلد الافريقية سنة 2005 ومنذ سنوات اضحى الفاعلون الاقتصاديون المغاربة من بين اهم المستثمرين الاجانب في هذا البلد الذي يعانيه من تحديات اقتصادية كبيرة يغذيها الهاجث الامنية اكد الرئيس المدير العام للشركة الثويدية ريثي فارم مارك فانك ان مشروع اعداد قدرات تصنيع اللقاحات بالمغرب الذي تم توقع مدكرة التفاهم الخاص به اليوم الاثنين بمدينة فاث برئاسة الملك محمد الثالث ينسجم مع الاستراتيجية الصحية للمملكة وابرز فانك في عرض خلال حفل اطلاق وتوقيع اتفاقيات تتعلق بمشروع تصنيعه وتعبئة اللقاح المضاد لكوفيت 13 ولقاحات اخرى بالمغرب ان مشروع شركة ريثي فارم بالمغرب يهدف الى الرفع من امكانيات الولوج الى حملات التلقيحة سواء كانت ذات طابع وقائية او متوطنة او وبائية واضاف ان مساهمة ريثي فارم تهدف الى التأكيد على ان المغرب سيكون في اثرع وقت ممكن اول مركز امتياز لتابعة اللقاحات القابلة للحق لفائدة الشعب المغربية والقارة الافريقية مشيرا الى ان شركة ريثي فارم ستساعد على مواصلة الطموح من خلال اثناعة اللقاح الكامل في مرحلة تانية بتعاون مع المقاولات المبتكرة في هذا القطع وبعدما جدد انخراط ريثي فارم في المبادرة الملكية لانتاج لقاحات وادوية العلاج البيولوجية اكد فانك ان مجموعة ستقدم دعمها في بناء مصنع لتعبئة اللقاح واضاف ان المجموعة ستساهم ايضا في تكوين فرق العمل بالمغرب وباوروبا في مصانع ريثي فارم ونقل تكنولوجيات التصنيع والخبرة الملائمة وتسيير مصنعها بالمغرب وتأمين جودة الشحنة المصنعة وحول وقع هذا المشروع على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادية اكد فانك ان ريثي فارم ستساهم في تحسين السلام الصحي للشعب المغربية كما ستحفز التبادلات مع الدول الافريقية الشريكة من خلال تصدير اللقاحات المقبلة اللازمة في اقرب الاجالة لاستباق الموجات المستقبلية من الامراض المعدية المتوطنة او الوبائية وثيثاهم هذا المشروع الرائد في خلق مركز كفاءة مغربية لتصنيع لقاحات الغد حسب نموذج شراكة بين القطاع العام والخاص واكد خلق فرص شغل في القطاع وتطويره وتعد المجموعة السويدية ريثي فارم خامس واكبر مصنع للأدوية في العالم كما تتوفر على اكتر من 30 مصنعا بمختلف دول المعمورة اكدت رئاسة الحكومة الاثبانية انها مستمرة في الالتزام بدعم المغرب ماليا في اطار الشراكة التي تجمع الريباط ومدريد لمحاربة الهجرة الغير النظامية على الحدود وذلك في جواب للسؤال انطرحت نائبة برلمانية عن حزب فوكس اليمينية المتطرفة والتي استنكرت استمرار اسبانيا في توفير دعم مالية للسلطات المغربية رغم ما اعتبرته تورط شرطتها في تسهيل موجة الهجرة الثرية التي شهدتها مدينة ثبتة مؤخرا ووجهت تاريزا لوبيز النائبة البرلمانية عن حزب فوكس التي حصلت على مقعدها في مدينة ثبتة المحتلة ثؤالا الى رئيس الحكومة بيرو سانشيذ حول اسباب استمرار الالتزام بتوفير دعم مالي للمغرب والذي وافق عليه مجلس الوزراء بعد اذمة الهجرة الغرنظامية التي شهدتها المدينة المتمتعة بحكم داتي في ميال ماضية معتبرة ان هذا الامر يعني الخضوع لابتزاث الرباط في دل ان الشرطة المغربية كانت شريكة في موجة الهجرة الاخيرة وفق تعبيرها وكشف جواب مكتب رئيس الحكومة ان قيمة الدعم الذي جرت الموافقة عليها هي 30 مليون اورو لم يتم صرف اي جزء منها الى غاية اليوم الا انه اكد نية الحكومة الاسبانية تسليم هذا المبلغ لناظرتها المغربية كما هو مخطط لها وفثر مكتب سانشيذ ذلك بان مادريد تركز على الجانب الوقائي للتعاون الاقتصادي مع البلدان الاصلية للمهاجرين والتي تمثل محطة عبور لهم مثل المغرب مبرزا ان مراكمة الخبرة في مجال مكافحة الهجرة الغير النظامية وشبكة الاتجار في البشر تحقق بشكل اكثر فعالية من خلال تحسين قدرات قوات الامن العاملة في تلك البلدان والمثير في الامر هو ان رئاسة الحكومة الاسبانية تفادت التعليق على اتهام فوكس للشرطة المغربية بالتورط في تسهيل دخول المهاجرين بطريقة غير شرعية الى ثبتة على الرغم من ان سانشيذ نفسه كان قد ثرح بعيد الازمة ان المغرب استخدم ملف الهجرة من خلال سماحه بدخول عشرة الاف شخص الى ثبتة المحتلة في ضرف 48 ساعة الامر الذي وصفه بانه هجوم على الحدود الاسبانية وانه غير مقبولة وفي خبر اخر ترأث الملك محمد الثالث اليوم الاثنين بالقصر الملكي بفاث حفل اطلاق وتوقع اتفاقيات تتعلق بمشروع تصنيعه وتعبئة اللقاح المضاد لكوفيت 13 ولقاحات اخرى بالمغرب ويندرج هذا المشروع المهيكل في اطار ارادة الملك تمكين المملكة من التوفر على قدرات صناعية وبيو تكنولوجية شاملة ومندمجة لتصنيع اللقاحات بالمغرب ويهدف هذا المشروع الى انتاج اللقاح المضاد لكوفيد ولقاحات اخرى رئيسية بالمملكة لتعذيذ اكتفائها الداتية بما يجعل من المغرب منصة رائدة للبيو تكنولوجي على السعيد القارية والعالمية في مجال الثناعة التعبئة والتغليفة ويروم المشروع الذي يعد ثمرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص اطلاق قدرة اولية على المدى القريب لانتاج خمسة ملايين جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد 19 شهريا قبل مضاعفة هذه القدرة تدريجيا على المدى المتوسط وسيعبئ المشروع استثمارا اجماليا قدره خمسمائة مليون دولار وبإطلاق هذه الشراكة المتميزة التي تأتي امتدادا للمباحثات الهاتفية يوم الواحد والثلاثين غشتة الفين وعشرين بين الملك محمد الثادث وتشي جينج بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية يكون المغرب قد قطع شوطا اضافيا لبلورة الرؤية الملكية الرامية الى ضمان تدبير فعال واستباقية لأزمة الجائحة وتدعياتها ومن خلال تعزيز السيادة الصحية للمملكة فان المشروع المقدم امام الملكة يكرث الاشعاع الدولي للمغرب ويعزز مكانته كمصدر للامن الصحية في محيط الاقليمي والقارية في مواجهة المخاطر الصحية والاعتماد على الخارج والتقلبات السياسية